ركز ونظر الزن بعيونك واتبع الخطة حبة حبة علشان تضبط امورك يوم غايته وعلى حمام البخار صفار البيض ونجرة ومن فانيلة المزرعة حط له شوي وكوب سكر لا تنسى لكن النسيت وما في مشكله لانكم انتم السكر كله ومن الجبن الكريمي كثر كثر وصب فوقهم جيلاتين وخلط يا مخلط لحد ما تصير الامور بهباهية ويعيش لجواء القطبية الجنوبية من كريمة الشانتية التركية كريمة عالمية بودرة وصب عليها حليب وخلط يا مخلط وشوف الاجواء اللي طريتها واليوم خلط يا مخلط لازم تكون شغلينها عندك على كل خطوة خلط الكريمة مع الخليط لحد ما يتعرف على بعضهم بعض ثم على قالب سيليكون احمر لازم احمر ها صب ذا الخليط ولحد حين ماشي جديد الامور كلكم عارفينها لكن شوف زين هنا ضرك الخبز العمان اركاك في ذا الخليط واللي بيقول الامر الجديد هذا وما نتقبله باسكوت الشاي غرك في الصوب الثاني وشيل قالبك على الفليزر يوم كامل لحد ما يصير طابوكا عاد انبغيت تشكع عمرك اكثر ذوب لك شوكولاتة وصوب بها صوب فوق ذا الكيك وردها على الفليزر لحد ما تتماسك شوي وادري طولناه يوك صيره لكن لابد من الدلع شوي من الكريمة خطط وزين على راحتك لكن الفراولة دامها في موسمها ازرع لك شتلات فوق ذا الكيك ومن زعفران شيش كما ذرا فوقها شوي وكثر في الذراي هذا حين تقدر تريح شوي عسا هشكتنا شكائد الكيك لكن من تحطها ضربة الشمس وتقطها بتقول في خاطرك اوهو هذا لا يحدث كل يوم وهان ذاك الشكاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر